اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع مئة عام على وعد بلفور المشؤوم والفلسطينيون لا زالوا متشبثين بحلم دولتهم السلطة الفلسطينية تتسلم رسميا المعابرة الحدودية في قطاع غزة ولكن قبل الخوض في التفاصيل نبدأ الحلقة بأبرز العنوين وعد بلفور جريمة القرن ومئة عام من العذاب والمعاناة الفلسطينية هل تصيب شضايا القصف الاسرائيلي لنفق غزة المصالحة الفلسطينية؟ لطيفة تروي لوطن اللحظات الأخيرة قبل إصابتها واستشهاد شقيقها انتي بتكملينا يفحص وطمنينا صباق للتوعية بسرطان الثدي ورجوب سنتوجه إلى محكمة الكاس ردا على موقف الفيفا بشأن أندية المستوطنات أهلا بكم من جديد مئة عام على وعد بلفور المشؤوم كيف أحيا الفلسطينيون هذه المناسبة؟ وماذا تعني لهم؟ إلى التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللحديث حول هذا الموضوع معنا اليوم في الستوديو مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الأستاذ عمر رحال أهلا بك أستاذ عمر مرحبا مئة عام على وعد بلفور ماذا تعني بالنسبة للفلسطينيين؟ أولا هذه ذكرة مشؤومة وعد مشؤوم من أتعام من الصراع والقتال والنضال والتثبت والصمود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية مئة عام من المواجهة أو من المواجهة مع المشروع الصهيوني هذا يعني تشريد الفلسطينيين وقتلهم احتلال أرضهم وتشريدهم ومزيد من مخيمات اللجوء والبؤس والحرمان والنزوح عدم تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأن يبقى الشعب الفلسطيني مشردا إذن مزيد من المجازر والقتل والتشريد والاستيطان ويعني منعنا من حق تقرير مصيرنا هذا ببساطة شديدة يعني لنا وعد بلفور اليوم نحكي عن مئة عام على وعد بلفور فعليا وعد بلفور هو نفذ قبل مئة عام ولكن في تحضيرات إله يعني شوف وعد بلفور لم يأتي اعتباطا ولم يكون كما يقال بكبسة زر من المعلومة المعروف أن الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول كانت تنظر إلى المشرق وتسمي المنطقة المسألة الشرقية المسألة الشرقية كانت تعني تركة الرجل المريض الرجل المريض هي تركية وبالتالي كان هناك شيء سابق كان هناك مرسلات أولا مكمهون المقيم المعتمد في القاهرة لدولة الاستعمار بريطانيا مع الشريف حسين وكان هناك مرسلات طويلة عريضة هذه المرسلات كانت تتحدث عن وقوف العرب إلى جانب بريطانيا مقابل أن يكون هناك دولة للعرب في الجزيرة وشرق الأردن وسوريا وبعض الأماكن تلا ذلك ما بات يعرف بساكس بيكو هذه أيضا الاتفاقية المشؤومة والتي كشفتها الثورة البلشفية فيما بعد والحديث كان يدور أيضا عن تقسيم التاركة إذا جاز التعبير تركت الولايات التي كانت تحت السيادة التركية فلسطين والعراق تذهب إلى بريطانيا لبنان وسوريا طبعا والعراق إلى بريطانيا ولكن أيضا سوريا ولبنان إلى فرنسا هذه كانت التحضيرات كانت البدايات وكما هو معروف ومعلوم بأن هيرتسل ذهب إلى الملك أو إلى السلطان عبد الحميد ولكن دون جدوى الاستراتيجية كانت لدى الصهاينة لا شك شئنا أم أبينا اتفقنا واختلفنا بأن هيرتسل صاحب رؤية كان لديه هدف وكان لديه استراتيجية بالالتصاق وبالتحالف مع الدول الكبرى والدول العظمى والتالي كان الذهاب إلى بريطانيا والرهان على بريطانيا هم رهنوا على فرنسا على نابليون في السابق وعلى الأتراك وعلى الألمان وعلى عديد من الدول ولكن بريطانيا هي التي كانت الأذانة السغية وبريطانيا صراحة كانت تريد أن يكون هناك فاصل طبيعي وأقصد دولة مزروعة في فلسطين تفصل سوريا عن مصر لأن هناك كان في مشروع نهضوي كان يقود محمد علي إذن كان هناك تحضيرات سابقة وكان هناك حديث وكان هناك اتفاقيات والحديث كان يدور أيضا بأن أيضا الصهاينة كان لهم الدور الأبرز في صياغة هذا الموضوع وهذا الواعد لذلك الموضوع ليس اعتباطيا الموضوع جاء متسلسلا متراكما ضمن خطة وتخطيط وعمل دائم ودأوب من قبل الحركة الصهيونية وهيرتسل على وجه التحديد فيما يخص وعد بيلفور مرة أخرى بريطانيا كانت تسعى إلى حماية مصالحها في المشرك إلى المحافظة على خطوط التجارة وعلى الممرات التجارية والبرية وأيضا يعني المنافذ خصوصا إلى الصين وإلى الهند وغيرها من دول المشرك إذا انتلاقت الرغبة الصهيونية مع أيضا يعني التطلعات أو المواقف الاستعمارية البريطانية الصهاينة لديهم تطلعات في هذا الجانب وبريطانيا أيضا تريد أن يكون هناك جهة ما تحفظ هذه المصالح وتحفظ مصالحها في المشرك يعني تأكيدا على كلامك اليوم بعد مئة عام بريطانيا لازالت تحتفل يعني هذا العام الحكومة البريطانية تنظم احتفال مئوي بوعد بيلفور وستدعو شخصيات إسرائيلية للاحتفال بذلك هذا يعني أولا يعني هذا احتفال العار هذا يؤكد بما لا دع مجالا للشك بأن بريطانيا هي دولة استعمارية والسعية وأن بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والأخلاقية والقانونية والحقوقية عما جرى بالشعب الفلسطيني وفي كل الشعوب التي استعمرتها بريطانيا وبالتالي علينا أن لا نغفر وعلينا أن نبقى نطالب بريطانيا وكل الدولة الاستعمارية ليس فقط أن تعتذر عما لحق بنا من نكبات وما لحق بنا من ضير ولكن على ما قامت به بريطانيا طيلة هذه الفترة السابقة في المقابل بريطانيا يجب أن تعتذر لشعبنا لأن شعبنا ما زال يدفع الثمن خلال مئة عام بريطانيا هي التي زرعت الحركة الصهيونية وهي التي عملت على إنشاء وطن قومي لليهود دون وجه حق وبريطانيا هي التي لم تلتزم بنصوص ميثاق عصبة الأمام في هذا الموضوع وتنازلت عن جزء من فلسطين إلى غرباء إلى الصهينة الذين لا علاقة لهم لا في الأرض ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا وبالتالي يعني بريطانيا تتحمل مسؤولية هذا احتفال عار علينا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين ردا على هذه الخطوة أن نخرج إلى الشوارع وإلى الميادين أن نقف أمام سفاراتها وكنصلياتها وأن نرفع الشعارات التي تتحدث عن هذه الدولة الاستعمارية هذه الدولة التوسعية وأن لا نغفر وأن لا نبقى صامتين مطلوب تداء من الرئيس أبو مازن وانتهاء بآخر طفل فلسطيني أن نخرج مجللين بالسواد وحاملين رفعين الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء إلى الميادين وأن نهدف ضد هذا الوعد المشؤوم وأن نؤكد ونشدد على أن فلسطين عربية وعلى أننا في هذه الأرض قبل الزمن بزمن وبالتالي هذا الوعد هذا التصريح الذي لا يساوي الحبر الذي كتب فيه ولكن القوة هذا التصريح ليس اتفاقية ولا معاهدة دولية وبالتالي هو أعطي لشخص اسم ريتشارد هذا الشخص يعني أحد وجهاء الحركة الصهيونية ليس سياسيا وفي ذات الوقت عندما تحدثنا عن وطن قومي اعطيني إذا فيه شيء في القانون الدولي يتحدث عن شيء ما هي الوطن القومي بعدين في كمان سؤال هنا كيف دولة كانت محتلة أن تمنح أرض شعب لدولة أخرى هل القانون يسمع لها بذلك؟ يعني أخي فارس المقولة التاريخية المعروفة التي نتناولها كفلسطينيين يعني أعطى يعني أعطى من يملك لمن لا يستحق يعني أعطى من لا يملك صحيح أعطى من لا يملك لمن لا يستحق هذه مقولة تاريخية هذا يعني ببساطة شديدة أخي فارس بأن الإنجليز بأن بريطانيا الاستعمارية عندما احتلت فلسطين احتلتها في 19.1917 هذا الوعد صدر في 2.11.1917 بكلام آخر أن هذا الوعد صدر قبل استعمار بريطانيا واحتلالها لأراضينا بشهر وأسبوع وبالتالي بريطانيا لا تملك السيطرة ولا السيادة وهنا السيادة كما يقال في القانون الدولي لا سيادة لمحتل وبالتالي المحتل لا يملك ذرة واحدة ذرة تراب واحدة من السيادة السيادة تبقى كاملة بالشعب إلى أن يستطيع مرة أخرى ويمارسها وبالتالي بريطانيا لا تملك هذه الأرض لكي تتنازل عنها كما قلت هي أيضا خرقت أعتقد ما نص عليه ميثاق ما نسميه الانتداب فيما يخص مضوع الانتداب أعتقد المادة خمسة من الانتداب بأنه لا يجوز للدولة المنتدبة أن تتنازل عن أراضي بصرف النظر ولكن تأصيلا عن ما سبق بأن بريطانيا في تلك الفترة لم تكن تملك أي ذرة من الأراضي الفلسطينية لكي تقوم بإعطاءها لليهود أو غيرها ولذلك حتى في القانون الدولي القانون الدولي يمنع بطبيعة الحال أن تكون دولة محتلة دولة الاحتلال الحربي بأن تتصرف بأي ذر التراب من أراضي الدولة المحتلة ولذلك هذا في القانون الدولي باطل وغير شرعي ويعني كل وعد بلفور باطل وغير شرعي من الناحية السياسية ومن الناحية الحقوقية ومن الناحية القانونية ولكن للأسف الشديد وهذه مسألة يجب أن نعترف بها أي حق بحاجة إلى كوة تحميل طيب اليوم أستاذ عمر ماذا يعني أن تعتذر بريطانيا للفلسطينيين عن وعد بلفور ولماذا تخشى بريطانيا الاعتذار يعني الاعتذار هو اعتراف بالخطيئة وبريطانيا لا تريد أن تقول للعالم أنها أخطأت بريطانيا ارتكبت خطيئة وجريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بريطانيا لا تريد أن تلاحق من الناحية السياسية والقانونية والحقوقية هناك حوال مليون فلسطيني تم تشريدهم في النكبة وما تلا ذلك هناك الآن أكثر من خمس مليون فلسطيني مشردين في العالم إنسى الضف الغربي وقطاع غزة ووجودنا في الأردن في مناطق الشتات هؤلاء لهم حقوق من الناحية السياسية والقانونية بريطانيا تخشى الاعتراف بهذا الجانب وتخشى أن تقول بأنها أجرمات بحق الشعب الفلسطيني ولكن من الأهمية بمكان أن نبقى نحن كافل الصينيين متمسكين بموقفنا بصرف النظر عن الاتفاقيات عن المعاهدات بصرف النظر عن الصفقات المنتظرة علينا أن نتعلم الدرس جيدا أن اعترافنا في إسرائيل في أبان اتفاقية أوسلو يجب أن لا يتكرر مرة أخرى طيب اليوم أستاذ عمر كفلصينيين كيف نقدر فعلا أن نفعل موضوع مطالبة بريطانيا بالاعتذار وبالطاويد بخاصة أننا اليوم انضممنا للعديد من الاتفاقية الدولية أصبحنا كفلصين عضو في الأمم المتحدة كيف ممكن نستثمر هذا شيء؟ يعني هناك جدل أنا هنا لست خبيرا قانونيا حقيقة ولكن هناك جدل بين القانونية الفلسطينيين في هذا الموضوع أن نذهب إلى محكمة أن نذهب إلى الأمم المتحدة إلى غيرها ولكن أنا أعتقد بأن هناك محافل أخرى إن لم يكن المحفل القانوني إن لم يكن هناك محفلا قانونيا لمقاضات بريطانيا هناك محافل أخرى الرأي العام يعني يمكن أن نستخدم الاستخدام الأمثل في الموضوع السياسي في الموضوع الدبلوماسي حتى على صعيد المجتمع الفلسطيني والجماهير الفلسطينية بإمكاننا أن يعني كما يحصل الآن أن نخاطب العالم بأن هذا الوعد هو خطيئة وهو جريم ارتكب بحقنا وأن يبقى هناك ذاكرة جمعية وجماعية متوقدة اتجاه هذا الموضوع أنا أعتقد بأن هذا شيء جيد بالمسألة الأخرى لأنه على صعيد أشقائنا وعلى الدول العربية والإسلامية وأصدقائنا في مبارح تشيلي رفضت حضور مأدوبة العشاء التي ستنظمها وزير رئيسة الوزراء البريطانية على شرف بن قوسين نيتنياهو نطلب من الدول أن لا تحضر وأن لا تشارك وأن تكون الدول إلى جانبنا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي في 29-11 47 ذهبت وأنشأت دولة الاحتلال وهذا ليس من صلاحيات واختصاصات الأمم المتحدة والجمعية العامة أيضا أن ترفع الحيف عنها وأن تصوت إلى جانبنا وأن تقف إلى جانبنا وأن تدين بريطانيا وكل الدول الاستعمارية مسألة أخرى المهمة علينا أن نتذكر جيدا أن بريطانيا عام 1947-29-11 امتنعت عن التصويت إلى جانب قرار التقسيم على الرغم من أنها هي العرابة لذلك وفي 2012 عندما ذهبنا كفلسطينيين من أجل أن نحصل على دولة مراقبة في الأمم المتحدة أيضا بريطانيا لم تصوت إلى جانبنا بريطانيا هي التي تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية عما جرى بنا كفلسطينيين ويجب أن لا نسامح بريطانيا إن لم تعتذر وإن لم تقف موقفا إيجابيا وتقول بأنها تتحمل المسؤولية من كل الجوانب أما أم نغفر وأن نذهب إلى مصالحة ومسامحة الآن الجزائرية نتعلم من أشقائنا الجزائرية طيب سؤال أخير استذمر في هذا الملف وعد بلفور اليوم بعد مئة عام على هذا الوعد المشؤوم نحن كفلسطينيين قاربين أم بعيدين عن تحقيق حلم دولتنا أنا أعتقد أسف بأنني متشائم في هذا الجانب بأننا بعيدين أولا لا يوجد لدينا استراتيجية تفاوضية فلسطينية نحن نتحدث عن مشروع وطني ولا نعرف ما هي معالم هذا المشروع الوطني نحن نتحدث عن شراكة ومشاركة سياسية ونحن أبعد ما يكون عن ذلك لم نذهب إلى مؤتمر إنقاذ وطني من أجل أن نستخلص العبرة على مدار 20 عام من أكثر من 22 عام من المفاوضات العبثية نحن في الأربعة وسبعين اعترفنا في إسرائيل يعني ضمن ما يسمى البرنامج المرحلي لمنظمة التحريم من أربعة وسبعين لغاية اللحظة والفكر السياسي الفلسطيني بنحدار والمواقف الفلسطينية بنحدار الآن عن ماذا نتحدث عن دولة أم عن دولتين نتحدث عن كانتونات نتحدث عن فدرالية أم عن كونفدرالية نحن أسقطنا 181 وأسقطنا عديد من القرارات الدولية ذات الصلاة وبالتالي الحال الفلسطيني بائس والحال الفلسطيني متردي إن لم نذهب إلى مؤتمر إنقاذ وطني وإن لم نذهب إلى استراتيجيات عمل وطنية جديدة وإن لم نغير الوجوه وأن نغير من الأداء لأن اليوم إسرائيل تعرف السقف الفلسطيني أصبح سقفنا متردي ومتردي جدا أن نذهب إلى الجسور في بطاقة في آي بي أو أن نطير عبر مطار الليد وبالتالي ليس هذا الفلسطينيين لم يضحوا خلال مئة عام ويزيد من الكفاح والصراع والقتال والنضال من أجل مصالح ذاتية ومن أجل أشياء بسيطة اليوم السلطة المعارضة الشعب الكل الفلسطيني من رفح حتى أن نقور وليس جنين الجميع تحت الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي علينا مرة أخرى أن نستخلص العبار وعلينا أن نفكر ماليا وأن نستفيد من تجارب الأشقاء والإصدقاء وعلينا أن نبقى متذكرين أننا ما زلنا في مرحلة تحرور وطني وما زلنا تحت احتلال أرجو أن تبقى معنا أستاذ عمار سنتحدث في ملف آخر وهو ملف المصالحة الفلسطينية إذن السلطة الفلسطينية تتسلم رسميا المسئولية على معابر قطاع غزة في وقت ودع القطاع سبعة شهداء نتيجة استهداف إسرائيلي لنفق على الحدود مع قطاع غزة إلى التفاصيل بالطبع حكومة الاحتلال ماضية قدما باتجاه أن يكون هناك قطع لهذه المسيرة مسيرة المصالحة الفلسطينية وإرادة الفصائل الجميع التي تؤكد على التمسك بهذه المسيرة من أجل وحدة وطنية فلسطينية ومن أجل الذهاب قدما لتنفيذ الآليات والتوريق الواردة في الاتفاق أنا أعتقد أن المصلحة الأساسية للاحتلال هو قطع الطريق على هذه المصالحة وهذا ما جرى من خلال ارتكاب الجريمة وسقوط كوكبة كبيرة من الشهداء والجرحة بالأمس وإمعان حكومة الاحتلال بمواصلة عدوانها وجرائمها ضد شعبنا فلسطيني أنا أعتقد أن مسار المصالحة وترتيب وضع الداخل والوحدة الوطنية فلسطينية من أجل الذهاب قدما إلى تعزيز صمود شعبنا وتمسك بالمقاومة من أجل حرية وصدر الشعب فلسطيني هو الأساس الذي نطلع إليه لذلك قطع الطريق على الاحتلال هو موقف موحد استعادة وحدة وطنية إنهاء ملف الانقسام فلسطيني المستفيد الوحيد منه والاحتلال بالتأكيد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة سواء ما جرى للأخ توفيق بن عيم أو ما جرى من تفجير للنفق في قطاع غزة كلها عمليات عدوانية القصد منها تدمير جهود المصالحة الوطنية القصد منها استخدام دماء الفلسطيني الأبرياء كوقود للتنافس الداخلي في الحكومة الإسرائيلية بين وزرائهم والقصد منها تغيير معادلة الصراع في قطاع غزة وفرض قواعد إسرائيلية جديدة وهذا كله لا يجب التصدي له فقط وإنما يجب دحره وأهم وسيلة لذلك هي الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية بكل مكوناتها إلغاء كافة الإجراءات التي تمت تجاه قطاع غزة فورا إشعار الإسرائيليين أن الرد على عدوانهم هو تصعيد وتسريع جهود المصالحة الوطنية حتى نجابه إسرائيل بقيادة وطنية موحدة واستراتيجية وطنية موحدة تفشل مخططاتهم أهلا بكم من جديد أستاذ عمر إذا ما تحدثنا عن مستقبل المصالحة الفلسطينية اليوم نرى السلطة تسلمت مسؤولية المعابر مبارح كان في استهداف لمقاومين فلسطينيين كيف تقرأ المشهد؟ من المعلوم والمعروف والتجربة علمتنا بأن إسرائيل كلما كان هناك توافق فلسطيني كلما كان هناك حديث عن وحدة حقيقية وعن مصالحة وعن تقارب بين فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية إسرائيل تذهب بنا إلى مربع آخر دائما إسرائيل تريد أن تخلط الأوراق وأن تعيدنا إلى مربع الفوضى وأن تريدنا إلى الفعل ورد الفعل طبعا لا أقصد بذلك أن لا نرد ولكن بالطريقة والأسلوب والمكان والزمان التي تحدد المقاومة وليس أنا هناك معطيات على الأرض ويجب علينا أن لا ننساق إلى التصعيد الإسرائيلي وأن لا ننجر إلى التصعيد الإسرائيلي شهداء يعني هم أكرم منا جميعا ولكن المصالحة الفلسطينية وأكثر من مليونين وخمسين ألف فلسطيني في قطاع غزة هم لا أقول مجونين ولكنهم محشورين في حصار يعني بقعة جغرافية لا تزين عن 365 كم مربع 40% يعني اللي ساكنين فيها والباقي ما بين صحاري وأراضي وهي مع الإسرائيليين حصار قاتل وخانق لذلك مرة أخرى علينا أن ننتبه إلى المصالحة الفلسطينية وأن نمضي بالمصالحة الفلسطينية أطراف الإنقسام برأيك اليوم نضجط أنا بدي أسميهم بعد 10 سنوات من الإنقسام بدي أسميهم اليوم أطراف المصالحة وبيدي أكون متفائل بأن طرفي المصالحة لسيما حركة فتح وحركة حماس هم جدين جدين ليس فقط لأنهم جدين وإنما هناك أطراف إقليمية ودولية دفعتنا كفلسطينيين من أجل أن نذهب إلى المصالحة يبدو أن هناك ممر جباريا لموضوع المصالحة ويبدو أن هناك صفقة بل صفقات علينا أن نتذكر حديث وزير حرب الاحتلال عندما قال بأن هناك أصبح من الصعوبة الحديث مع الفلسطينيين حول تحقيق عملية السلام وبالتالي السلام سيكون عبر سلام إقليمي هذا يؤشر بما لا يدعم جلل الشك بأن إسرائيل يعينها على الخليج وعينها على المغرب العربي في موضوع السلام وهي تريد سلاما إقليميا على حساب الحقوق الوطنية بصرف النظر عن الصفقة وعن الممر الإجباري وعن الختم الفلسطيني وعن الصورة الفلسطينية أقصد أن يكون هناك مسؤولا فلسطينيا واقفا من أجل التقاط هذه الصورة بصرف النظر عن ذلك ولكن كفلسطيني كإنسان كمواطن أنا أرى بأن هناك حاجة إنسانية قبل أن تكون وطنية من أجل أن نرفع الحيف والضرر والحصار عن أهلنا في قطاع غزة لا يمكن أن نبقى نتحدث عن غزة وكأنها في أمريكا اللاتينية أو في جنوب شرق أسيا أنت كصحة في شهتنا في رمالله وفي عدد من المدن الفلسطينية عندما قصفت غزة عندما كان هناك حرب شعوى على غزة خمسين يوم من القصف أننا خرجنا رافعي الشموع قمنا بالتضامن مع غزة بالشموع هذا لا يجوز بالتالي غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير فلسطين وعلينا مرة أخرى كمواطنين وكمؤسسات وكسياسيين حزبيين فصائل طرفي المصالحة أن نذهب جميعا لأنه في نهاية المطاف هذه المصالحة هي حاجة وطنية فلسطينية الانقسام أرجعنا عشر سنوات إلى الخلف نحن نقولها دائما بأن المستفيد الوحيد من الانقسام ومن التشرد من حالة فلسطينية هو الاحتلال لذلك لهم طرفي المصالحة هم جدين وبالتالي تسليم المعابر هي خطوة في الاتجاه الصحيح وهي التزام حقيقي قطعته حركة حماس على نفسها بصرف النظر عن التفاصيل الأخرى من الذي سيتحمل المسئولية لماذا يعني الآن تحركت مصر لماذا قبلت حماس لماذا دهبت السلطة هناك متغيرات مفاجأة وسريعة لا نريد أن نتحدث بتفاصيلها ولكن بالنسبة لي كفلسطيني العنوان الكبير هي المصالحة وأن نسير بقطار المصالحة إلى أن نستقل الاستقلال الناجس نعم مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس الأستاذ مرحال شكرا لك على هذه المشاركة شكرا وفي الضفة الغربية شهيد آخر قرب قرية النبي صالح شمال رام الله إلى التفاصيل يلتقطان الصور على السناب شات ويدندنان مع أغنية على الراديو هكذا كانت اللحظات الأخيرة للشقيقين محمد ولطيفة حيث كانا متوجهين من قريتهما دير بلوت إلى مدينة رام الله قبل أن يعترض طريقهما جنود الاحتلال عند مستوطنة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح غرب رام الله زخات من الرصاص أطلقت نحوهما دون أي سبب أصيبت فاطمة واستشهد محمد جاي أنا وأخوي بالسيارة أول ما شفونا هم كانوا كاعدين أول ما شفونا هو وقفوا وصمدوا البوريد علينا أخوي حاول يعني هو كان بدي يوكف لهم زمن شافهم هم صمدين البوريد علي حاول يحميني لأني أنا كنت من جاهتهم خاف علي لما أخوي نزلي شاوي بالسيارة بلش وطخ علينا هذا اللي صار بس نشاغل موسيقى وكنا نضحك ونتصور سناب شات ولا في أي إشي يعني هم شفونا بنضحك وهيك عبطول وقفوا يعني وعطول صمدوا البوريد علي أنا أخوي خاف علي يعني ما فكرش بحاله فكر فيه أنا عطول أخوي ده ننازل في السيارة وما بلش وطخ علينا الاحتلال أفرغ رصاصه في محمد ثم نقله بإسعافه إلى مشاف الداخل وبعد دقائق معدودة أعلن عن استشهاده أما شقيقته فأصيبت بالرصاص الحي في كتفها ونقلت إلى المستشفى الاستشاري العربي تؤلمها الإصابة ويؤلمها الخوف على شقيقها أكثر فلا زالت تجهل استشهاده وإن أجدتك الأصابة بكتفة وأخوي بظهره أريد أن أعرف ما صار فيه وليس أعرف أو أصله أكبر مستحيل أن الشاب يكون بعملية دهس لأنه أصلا لو بده يضرب المكعب الإسمانتي وبالتالي بده موت قبل ما يدهس الجندي فكيف صارت؟ هذه كذبة وهذا خدعة والجيش الإسرائيلي أصبح أكبر مجرم في تاريخ البشرية لأنه فعلا يعني خلص أقتل القتيل وعادي يعني بتهمه بأي تهمة يذكر أن محمد أعزب لم يتجاوز 27 ربيعا فيما لطيفة أم لخمسة أطفال أكبرهم 17 عاما وأصغرهم ثلاث سنوات لا تتوقف لطيفة عن الأنين داخل غرفتها في المستشفى الاستشاري العربي لا لرصاص الاحتلال الذي مزق كتفها فحاسب وإنما هلعا على شقيقها محمد الذي حماها حتى الرمق الأخير من رصاص الاحتلال ورحل مدافعا عن شرفاه من ضحية الريحان شمال رامالله وفع عاروري تلفزيون وطن أما الآن فنذكر بما تبقى من عنوين أنت بتكملين افحص وطمنينا سباق للتوعية بسرطان الثدي ورجوب سنتوجه إلى محكمة الكاس ردا على موقف الفيفا بشأن أندية المستوطنات أهلا بكم من جديد مراثون رياضي في رامالله دعما لتشجيع حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي إلى التفاصيل بعد عشرة شهور من العلاج الكيموي طلقت المواطنة أميرة صلاح البشرة الصارة بعد طول انتظار فقد شفيت من مرض سرطان الثدي أنا بحكي لكل سيدة أنها ما تيئس وما تخاف وما تتردد أنها تتصل وتفحص فحص دوري وبشكل شهري لأن هذا الاشي كلما كان أبكر كلما كان العلاج أسرع أميرة التي تسكن قرية بيتين قضاء رامالله شاركت في سباق اليوم الوردي النسائي 2017 بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع وبشراكة مع شركة إيفنتف للعلاقات العامة وشركة ماركوم للخدمات والعلاقات العامة وبرعاية استراتيجية من مؤسسة فاتن الهدف الرئيسي من هذا السباق هو نشر الوعي بما يخص مرض السرطان في المجتمع الفلسطيني وخاصة سرطان الثدي والتركيز على أهمية الرياضة كوسيلة من وسائل الوقاية من الأمراض بشكل عام ومن ضمنها السرطان الألوان الوردية التي تشاهدها حوالينا هي أكبر رسالة ورسالة للمرأة الفلسطينية بأهمية الفحص المبكر وأهمية تحقيق شعار هذا السباق وشعار الحملة كامل أنت بتكملينا في حصي وطمنينا ما نشاهده اليوم مشاركة الذكور والإينات هو أكبر إشارة إلى أهمية المرأة الفلسطينية ودورها في العائلة وأهمية الفحص المبكر وربما أيضا هو أهمية الوعي لهذا الموضوع نحن رائع استراتيجي بالدرجة الأولى من منطلق اهتمامنا بالمرأة الفلسطينية طبعا أكيد بكافة المناحة من حيث المنتجات التي نعطيها نقدمها بمؤسسة فاتن التمويلات أنواع البرامج الموجودة عندنا وكمان من باب التوعية بأهمية هذا الشهر شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي لدى النساء الصباق الذي جاب شوارع مدينة رامالله جاء في وقت أكدت فيه وزارة الصحة أن سرطان الثدي منتشر بنسبة تقارب الثمانية عشر في المائة من مجموع حالات السرطان في فلسطين ويأتي في المرتبة الأولى للسرطانات التي تصيب الإناث يذكر أن معدل الإصابة بالسرطان على اختلاف أنواعه في فلسطين بلغى قرابة الأربعة وثمانين حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان من مدينة رامالله نزرحبش تلفزيون وطن أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ألواء جبريل رجوب أكد أن الاتحاد سيتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الكاس للنظر في قرار الفيفا الأخير بشأن أندية المستوطنات إلى التفاصيل واضح أن هذا هو الكمبرومايز اللي كان بين الجميع أنه خلي محكمة الكاس هي اللي تحسم في هذا نحن من جانبنا رح نستمر في جهدنا ونحن في عنا قضية في محكمة الكاس لمعالجة التجاوزات اللي ارتكبها رئيس الاتحاد الدولي في الكونغرس الأخير في المنامة ونحن رح نعرض قرار الفيفا الأخير أو الكاونسل على محكمة الكاس ونحن لدينا كل الوثائق والمعطيات على مدار السنوات الماضية سواء كان في الكونغرس أو في اللجن المكلفة من الكونغرس وبإجماعه احنا لدينا حق وهذا الحق احنا رح نواصل جهدنا من خلال المحكمة الفيفا وفي كل القوانين والأنظمة بما في ذلك قوانين سويسريين اللي الفيفا موجودة على أرضها اللي مساءلت القائمين على هاي المنظمة الدولية اللي اتخلت عن مسؤولياتها يعني أنا ما بقدر أتصور انه هما يأخذوا موقف الحياد من اتحاد ينظم أنشطة رياضية رسمية خارج حدوده وقبل ختم هذه الحلقة هذا تذكير بأبرز العنوين وعد بلفور جريمة القرن ومئة عام من العذاب والمعاناة الفلسطينية هل تصيب شضايا القصف الاسرائيلي لنفق غسة المصالحة الفلسطينية لطيفة تروي لوطن اللحظات الأخيرة قبل إصابتها واستشهاد شقيقها انتي بتكملين افحص وطمنينا صباق للتوعية بسرطان الثدي ورجوب سنتوجه إلى محكمة الكاس ردا على موقف الفيفا بشأن أندية المستوطنات إلى هنا ناصر مشاهدين إلى نهاية هذه الخلقة دمتم برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة